قدوم أول طفل للزوجين بيجي معه السعادة ولكن هذه السعادة معها مسؤوليات كبيرة قد تؤثر سلبا على العلاقة بين الزوجين أو قد تؤثر إيجابا خلينا نتعرف أكثر على تفاصيل هذا الموضوع إمتى هو الوقت المناسب لإنجاب أول طفل مع ضيفتنا أخصائي تعلم النفس العيادة رشا صليب أهلا وسهلا رشا أهلا وسهلا فيك وصباح الخير أهلا وسهلا رشا صباح الخير جزء فكرة أو قرار الإنجاب يعني كثير من الأزواج بحاولوا أنهم يقرروا بحاولوا أنهم يسيطروا على هذا الموضوع أحياناً تزمط معهم أحياناً لا ولكن فكرة القرار ما الأسس خلينا نحكي اللي ممكن تخلي الأزواج يعتمدوا عليها بأخذ هذا القرار رح أعلق على أشيين أول شيء كثير ضروري يكون قرار عشان للأسف فيه ناس يعني الحمد لله عم بيحكوا عنه كقرار وبدرسوه كقرار وفي بعض الأشخاص ما حتى بيفكروا فيه يعني بيقولوا بالغلاط ما فكرنا صارت أو خلص يعني أنه بنزلقوا لهذا الأشي فكثير ضروري يكون قرار يحكوا فيه الأزواج العوامل المهمة اللي نتطرق لإلها هو عمر الزوجين وخاصة عمر الإمرأة يعني إذا واحدة متزوجة وهي بآخر الثلاثينات وضعها الصحي بيختلف أو الطبي بيختلف عن وضعها إذا كانت بأول العشرينات فهذا إشي كتير مهم النضج العاطفي إشي كتير مهم للزوج والزوجة نتطرق له أنه يكون عندهم معرفة للمسؤوليات الجاي للتغييريات اللي ممكن تسير للأدوار اللي ممكن تتغير لوضع الحدود لطلب الاحتياجات من الزوج أو من الزوجة ومن العلاقة عشان كل هاي الاشياء رح تتفاقم مع قدوم الطفل الجديد وكتير مهم كمان أديش الأزواج بيعرفوا بعض حتى لو بيعرفوا بعض من قبل الزواج قبل الزواج إشي وبعد الزواج إشي تاني عشان فيه تغيرات ممكن هم يمروا فيها بدهم يتعودوا على كيف يعيشوا مع بعض أطباع جديدة ما كانوا شايفينها قبل الزواج علاقات جديدة ممكن تدخل على حياتهم تدخلات جديدة ممكن تسير عندهم فكتير ضروري تكون العلاقة بمكان آمن فيها ترابط عاطفي سليم وتواصل مفتوح وصريح بين الطرفين قبل ما يتخذوا هذا القرار المصيري اللي رح يغير بقيت علاقتهم وبقيت حياتهم نعم نعم هلأ يعني عم تقولي طبعا بفرق عمر الزوجة ولكن يعني مثلا بآخر الثلاثينات يعني أكم من شهر الانتظار يمكن ما بيأثر كتير بس بأثر كتير على بناء العلاقة لأنه زي ما تفضلت قد ما يعرفوا بعض قبل الزواج لما تنين بسكنوا مع بعض بنفس البيت بكتشفوا كل واحد تاني جوانب أخرى ما كان يعرفها فهنا بحب يعني أتوقف أو أو ننقل لمرحلة أخرى اللي هي أهمية أنه يكونوا يعرفوا بعض أو يكونوا مقضيين وقت مع بعض قبل قدوم هذا الطفل أو شو يستغلوا هاي المرحلة حتى يكون قدوم الطفل مع المسؤوليات اللي بتيجي تضيف إضافة إيجابية لألاقتهم مع بعض مضبوط هلأ أول هلأ إذا ما كانوا بيعرفوا بعض لفترة طويلة أول ما يتعرفوا الأزواج عادة على بعض أول ست أشهر دماغهم زي كنوا على المخدرات زي ما منحكي الحب أعمى فعلا بيكونوا معمويين بالحب فهي أول ست أشهر ما ما تقولي بحبه ما بحبه ما بتعرفي دماغك عم بلعب عليك يعني لعب بالضبط على العيد فما تتخذوا أي قرار من هذا المكان نستنى شوي للكيميائيات تهدى بدي منصير نشوف الأمور على وضوح بس أول الزواج فعلا هو منطقة يعني مرحلة انتقالية لازم يتعودوا عليها ويتأقلموا عليها ويعيشوا حياة حلوة مع بعض يسافروا ممكن مع عمره صح لهم يسافروا محلات بعيدة لما يصير في أطفال يطلعوا يسهروا يتعرفوا على بعض يشوفوا كيف أطبع بعض يشبعوا من بعض يشبعوا من الحياة قبل قدوم التثل عشان كل هاي الأشياء ممكن تختلف ويتحدثوا عن هاي المواضيع وكتير داما بأكد فكرة أنه قرار اتخاذ القرار لازم يكون من الطرفين ولا أسباب سليمة مش بشكل عشوائي ولا بشكل بدون مش مدروس يعني للأسف مرات منسمع أنه خلص وقفت شغلي قلت يلا صار الوقت المناسب أني أنا هلأ أجيب بيبي كونه أنا عندي وقت فراغ أو أنه سلفتي أو بنت حماتي أو صحباتي كلهم عم بيجيبوا أطفال فأنا لازم أسير أم زي فهذا الضغط الاجتماعي الموجود لازم ما نخليه هو السبب الرئيسي اللي يقودنا لإتخاذ هذا القرار زائد مرات للأسف بعض الأزواج بحاولوا يعملوا هذا القرار لإرضاء الأهل فكتير ضروري نرضي الأهل بطرق تانية عشان هذا طفل بالنهاية وإحنا ما بدنا نستخدم الطفل كوسيلة لتلبية احتياجات أشخاص آخرين أو أسباب مش صحية نعم ولازم المرأة خاصة إذا كانت عاملة تكون حققت أحلامها أو مكان معين بمهنتها إنها جاهزة هلأ عشان نكون واقعيين المرأة هي اللي بتاخد أكتر الحمل بالعبئ الكبير بعد الولادة بتاخد مرحلة الأمومة وكذا فتكون جاهزة لهاي المرحلة عشان ما يصير فيه لا شعورياً انتقال مشاعر الغضب أو الريزنتمنت الحقد على الطفل إنه هو خرب حياتي أنا كنت بأول طلعتي طريت أوقف مهنتي من وراء هذا الطفل الطفل طبعاً مش مذنب بهذا الإشي هذا القرار هم اتخذوه ولازم يكونوا وعين على المسؤوليات اللي بتدعى هذا القرار نعم وتحملوا مسؤوليته بجوز كمان نحن مع الضغط الاقتصادي حالياً كمان الأمور عم بتصير أصعب بجوز رشاب فيه اشي كتير مهم بجوز نحكي عنه انه بالوقت الحاضر ما فيهش ستاندرد أو ما فيهش قواعد كل عائلة أو كل زوجين حالتهم خاصة هاي الزوج بتتدرس هذا الزوج بده يسافر هذا الزوج مثلاً فيه لاسمح الله مرض معين بدهم يكملوا فيه ضغط اقتصادي معين فيه خطط لاب أي اشي تاني عمر الزوج وعمر الزوجة بجوز انه كل عائلة فيه إلها خصوصية ما فيه اشي من قدر نحكي انه انت تزوجت لازم تجيب طفل أول سنة انت تزوجت لازم تتعمل كذا بتوقع بطل فيه اشي اسمه لازم صح بالزبط مش لازم وما فيه صح وغلط يعني انا الفكرة من اليوم انه ما فيه صح وغلط بس اذا فيه مجال واذا ما فيه عوامل طبية بتأدي لا يعني الاستعجال في الإنجاب او انه ما نأجل هذا الموضوع حلو الافراد يعرفوا بعض يعيشوا مع بعض وكذا وكل حالة عن حالة بتختلف وضروري يكون فيه نضج عاطفي ومعرفة ذاتية للأم وللأب وللحوار يكون مفتوح بيناتهم فيه معلومة كتير مهمة المشكلة للأسف بشوفها بالعيادة مرات كتير بيجوني امهات او صبايا مش متزوجين حتى انقرار الاستعجال في الزواج ممكن يكون من مكان خاطئ انه دكتورتي او دكتوري النسائية قال لي وضعي سيء وما رح قدر اجيبه ولاد يعني اذا كان هذا الاشي صحيح مية بالمية اكيد بس في معظم الاحيان المعلومات الطبية لازم تنعطى بشكل علمي وبشكل بيس على الحقائق ومش نفزع المريضة يعني اقولها يلا وعجلي ولازم يعني هم بالنهاية هذا اختيار الازواج الرجل والمرأة بعد ما ياخدوا معلومات طبية صحيحة مبنية على دراسات وابحاث هم يقرروا اوكي احنا منعرف انه هاي هي النسب هلأ شو بدنا نعمل بحياتنا بدون ما يكون في اي تأثير من اي اطراف خارج العلاقة طبعا لانه في النهاية طفل هو انسان يعني هو مش زنبه اذا هم جابوه بالظروف هم مش مناسبة لقلهم رشا هلأ لانه تفضلتي وحكيتي انه فيه ستات بيترددوا على العيادة او صبايا بترددوا على العيادة فبحب اسمع منك يعني اكيد الطفل هو سعادة للزوجين وحياة جديدة للزوجين ولكن من الناس اللي بيترددوا عندك على العيادة كان قدوم الطفل سبب لهم ضغوطات نفسية زي شو ممكن اول طفل يعني احنا اكيد هلا كثير من الاشخاص لما بتقدموا عنده على العيادة بيقولولي كان وضعنا زي السمني على العسل وبعد ما اجل بيبي بلشنا نتخانه بس الطفل مش هو السبب المشاكل بتكون موجودة بين الازواج قبل والطفل اظهرها للارض الواقع او بيّن هاي المشاكل كتير من شوف في خلافات الام بتكون مرهقة الام بتكون تعبانة ممكن في بعض الاحيان ما بتكون عم بتعبر عن احتياجاتها الرجل ما بيكون كتير متفهم لوضع المرأة مرات والضغوطات اللي هي عم بتمر فيها سواء كان تجاه صورة الجسد او عملها او خوفها انه مثلا ما عمرها رح ترجع تلاقي وظيفة قلة النوم كتير بتأثر على الحالة النفسية بيكون في مرات كمان الادوار مش متفقين عليها انه انت قوم بالليل انا قمت مبارح الرجل بيقول انا عندي شغل تاني يوم ما بقدر انا اضل يقوم فبيصير في مشاحنات بهذا الموضوع منشوف في داتا تدخل من قبل الاهل مرات هذا بسبب مشاكل يعني الحدود كتير مهمة بهاي العلاقة مين بيجي عندنا مين بيعتني بالطفل كيف منعتني بالطفل شو منقول للطفل طريقة التربية فبتبلش الاختلافات اللي كانت موجودة بناتهم قبل الزواج تبين بيصير فيه تحدي فمش انه الطفل سبب المشاكل المشاكل موجودة ولكن ما عم نحكي فيها بطريقة صحية فبالجأوا للالاج نعم بمية أو بجوز الرجل بجوز ما بتحمل المسؤولية كان ولكن ما كان فيها المسؤولية الكبيرة لما اجد الطفل صار فيه مسؤولية وبيّن انه هو شخص ما بتحمل المسؤولية كتير نعم أو الوضع الاقتصادي مثلا كان مكفيهم أمورهم منيحة ما كان حاسب انه لا معقدوم الطفل رح يصير فيه ضغط اقتصادي أكبر وهو بتطلب منه مصاريف أكتر فيما نها دقيقة بجوز أو دقيقة ثاني رشا شوال النصائح اللي بتقدميها بهذا الخصوص كتير مهم أول إشي يكون هذا قرار وليس انزلاق إلى تغيير مصيري قرار يتخذوهم التنين يكونوا مرتاحين فيه ودرسين كل العوامل النفسية والاجتماعية والمادية تانيا كتير بحب أقول للأهالي أن الطفل هو إنسان عنده احتياجاته الخاصة ولازم إحنا نأمل له احتياجاته الجسدية والعاطفية عشان هو يصير أحسن بني آدم ممكن يصير لقدام الطفل مش هواية ولا هوية والطفل مش سبب لا يغطي وقت فراغ لإلنا أو إنه إحنا زهانين أو في عنا ملل بحياتنا في الله بدي أخترع إشي بحياتي يسليني عشان طبعا كل طفل بيجي مع مشاكله ومع مسؤولياته فالضروري نكون إحنا متفرغين عاطفيا وماديا ونفسيا لهذا الطفل لنقدر نوفر له كل احتياجاته شكرا إليك رشا صليب خصائية علم النفس العيادي شكرا على هذه المعلومات أنا المسلم فيك شرفتينو